وصول معدلات التضخم في بريطانيا إلى معدل غير مسبوك بلغ 7% مما دفع وزير الخزان البريطاني ريشي سونك للتلويح بفرض ضرائب على الشركات الكبرى في حال ثبوت تعمدها التسبب في ارتفاعات غير مبررة في أسعار السلع والخدمات المختلفة الأمر لم يقف عند هذا الحد حيث صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن الحكومة لا يمكنها مساعدة الجميع في أزمة تكاليف المعيشة الحالية وإن عليها أن تظل حكيمة في إنفاقها لتجنب تأجيج دوامة التضخم كما أكد جونسون أن الحكومة لا تستطيع تقديم دعم كاف على الفور لتعويض ارتفاع التكاليف لكنها تعكف على التعامل مع الأسعار على المدى المتوسط والطويل كما أضف أن المساهمات من دافعي الضرائب لن تكون كافية للمساعدة في تغطية تكاليف الجميع كل هذه الدلالات تؤشر إلى تراكم الأعباء الثقيلة على ميزانية الأسر البريطانية ويجعلها في مواجهة ظروف معيشية تزداد قتامة يوما بعد يوم في أزمة لم تشهدها بلادهم منذ عام 1956 والسبب هو الارتفاع الشديد في أسعار الوقود والتضخم وانخفاض دخل الأسر خاصة مع هروب المستثمرين من الجنيه الاسترليني والذي هبطت قيمته بما يتجاوز 4% في إبريل في أسوأ أداء شهري له منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل نحو 7 سنوات في ضل كل هذا يسعى البنك المركزي البريطاني إلى تحقيق توازن بين معالجة التضخم القياسي وعدم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم التباطئ الاقتصادي والذي سيزيد أوجاع المواطنين وهي معادلة ليست بالهينة حيث سيكون على لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا التحرك بحذر كبير فيما يتعلق بأسعار الفائدة وتبعات رفعها والتي يجمع الاقتصاديون على ضرورته وإن اختلفوا على معدل الزيادة الواجبة